هناك كلام كثير في الغربال صفقات الأحلام والأوهام تفتح جورنان، تفتح موقع، تفتح برنامج، تشوف أي حاجة على السوشيال ميديا مين حيمشي من الأهلي؟ ومين جاي الأهلي؟ طبعاً في كلام كثير ومين زعبان؟ وموسيقاني مش عايز مين؟ ده طالح أنه مش عايز حد المصر اليوم قالت الأهلي يستغني عن بانون وجونسون والأخبار قالت لا الأهلي بيتمسك بالشحات وبينفي شائعة بانون ويقترب من صفقات جديدة موقع مصراوي قال وكيل بدر بانون يكشف لمصراوي حقيقة رحيله عن الأهلي لكن في الجول قال أمير توفيب يرد على شائعات طلب مسماني رحيل بانون الوطن راح في سكة تانية وقال عمار حمد يرفض العودة للأهلي خوف من الدكة وقالت كمان الوطن أن فيه غربالة في الآلي وإبلاغ لعبين بالرحيل وإغراء السلية بـ 11 مليون جنيه وحملة إعلانية لتجديد عقده الجمهورية رفعت السعر وقالت أفشى بيقترب من التجديد و 31 مليون جنيه للسلية لكن الأهرام قالت الأهلي يتوصل لاتفاق تمديد تعاقد السلية حتى 2024 رجعت المصر اليوم تاني قالت الأهلي بيحصن أفشى من الرحيل بتعديل عقده وقالت أن أجيوة محسن يتمسكن بمستحقاتهما المالية هنا نلاحظ أن الكل بيتكلم على الصفقات ومين حيمش ومين حيمش واللي أنا هقول لكم ده نقلا عن مدير التعاقدات في النادي الكابتن أمير توفية حسين الشحات جاله عرض إعارة من أحد أو استعارة من أحد الأندية السعودية أيوة الأهلي تلقى عرض استعارة حسين الشحات من أحد الأندية السعودية مستر بيتسو المسماني تمسك باستمرار حسين الشحات اقفل الشحات مستمر كهرباء موجود ومستمر ولم يتحدث أحد في الجهاز عن رحيله اقفل طاهر محمد طاهر لا صحة مطلقا للكلام عن التفكير في إعارته والجهاز متمسك به اقفل لأن طاهر بالذات عادي نهزوه آه بدر بنون يحظى بثقة بيتسو مسماني الكاملة ولا أي أساس من الصحة للكلام عن طلب رحيله أو تلقي أي عروض لانتقاله ولا تفكير في هذا مطلقا غيره عمر السلية اقترب كثيرا من التجديد لكن حتى الآن لم يتم التجديد لكن فيه تلاقي ومفيش مشكلة لعمر السلية أو لتمديد عقد محمد مجدي أفجة من تاني تعديل في الجهاز المعاون وأنه جونسون يرحل فكرة الجهاز المعاون يا جماعة هو اسمه جهاز معاون ده ده حق طبيعي وبسيط لمستر بيتسو مسماني إجراءه أي تعديلات أي تدعمات للجهاز هذا أمر يخص المدير الفني ومؤكد هو بيحدد احتياجاته واختياراته في معاونيه اللي يقدروا يضفوله ده من حيث المبدأ لكن كمان أجيه وألو ديانج ألو ديانج كان الأهل تلقى عرض من أحد الأندية التركية لانتقاله حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص ألو ديانج الأهل يتمسك بألو ديانج لكن هناك مفاوضات إذا انتقل ألو ديانج للناد التركي أو للعرض التركي أجيه موجود ومستمر وفقا لعدد الأجانب فالتنين مرتبطين ببعض بعد انتقال ويلتر بواليا معارن إلى أحد الأندية التركية ده كلام أمير ليه ده كلام أمير توفيه فبالتالي مفيش صحة أبدا لكلام أجيه خلاص مشي أو إن ألو ديانج خلاص مشي الأمور لم تنتهي بعد بالنسبة لمروان محسن طبعا ليه كل التأدير والإحترام لكن هناك بعض العروض تتم منقشتها بالنسبة للإعارات مستر بيتسو موسماني بيحدد احتياجاته من لجوم الأهل المعارين للأندية الأخرى ووقت ما هيحسنها هيكون دي التدعمات اللي موجودة وجهزة أحمد رمضان بيكهم تم الاتفاق على إعارته لنادي سموحة زي ما تم إعارة فهد جمعة رأس الحربة الشاب وأيضا فارس الباكرايت إلى سموحة دي حركة الإعارات في فريق الشباب أو في الفريق الأول دي تأكدات الكابتن أمير توفي حسما لكل هذا الجدل لكن بالنسبة للصفقات الأربع صفقات التي تحققت سواء بيرس تاو أو ليوس مكسيوني أو كريم فؤاد أو حسن حسن مهاجم سموحة دي الأربع صفقات اللي تم فعليا تدعيم الفريق بيها ومع بدء التدريبات إن شاء الله يكونوا في الملعب أنا بس عايزة أقول للناس الإعارات ليها سبب أي ولذلك النادي الأهلي بيكون حريص إنه يدي الفرق اللي حتلعب اللعيبة الإعارات يعني مثلا اللعيبة اللي راحت البنك سنفاتت فخري وشادي لم لعبوش آه فمش هو ده الهدف أيها أو ملعبوش بالشكل اللي خلينوا يعبروا عن نفسه فخر اللعيب موهوب جدا وشادي وشادي حاجة ده الفراري ها يعني ده العنصر الحاكم في موافقة النادي الأهلي في إعارة لعيبته ده كلام يريد يكون واضح تماما لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر